للأسف كما قلت سابقاً نتيجة محبطة إقصاء مبكاً للمنتخب المغربي إقصاء ربما ساهمنا فيه كثيراً حينما أقصينا أنفسنا في ريدة بن نيس وقيلة كيف ما قلنا في حلقات سابقة باقي ما كان عرفوش اللعب في إفريقيا عبد الله عبدالله حدث تكلمنا هذا المقطة تكلمنا بإسهاب بشكل كبير جداً نحن اللي وضعنا الضغط على نفسنا ونحن اللي قلنا أنا المغربي مرشح فوق هذا أن يفوز بهذا اللقب ونحن اللي قلنا بأن المنتخب جاهز ونحن اللي جاهزنا كل شيء ولكن يجب أن نتحدث بواقعية المباريات يتم الفوز بها وليس اللاعب فيها حينما نشاهد هذه المباراة ونشاهد كيف لعب منتخب المغربي خلال الشهود الأول لعبوا المنتخب المغربي وضعوا ضغط كبير جداً على أنفسهم هنا أمامي إحصائيات هذه المواجهة هذا فين مقابل لصالح منتخب جنوب إفريقيا لكن تسجل معي أن هناك 13 تسديدة للمنتخب المغربي إثناثان فقط منها كانت في الإطار خمسة لمنتخب جنوب إفريقيا ثلاثة منها في الإطار منها هدفين فبالتالي تحدثنا على هذه النقطة يوم أمس إن ضيعت ستستقبل الهدف وذلك ما وقع اليوم نعم بالفعل يعني هو كيفما يقولون من الخيمة رجميل كانت أخطأ حتى في التركيبة البشرية أو ربما في بعض الأسماء التي كانت موجودة في القائمة السيعتمان الدهبي ولكن نقدر نقول بأن المشكلة نجاعة الهجومية المشكلة ربما الذي أرقنا نحن كمتابعين ولم يجد له المدرب ولد الحل كانت طريقة لعب كتكون فرص وأكثر من مرة كنا نقرابين نسجله للأسف للأسف ما فهمناك صراحة سيعمل الله بكل صراحة المنتخبات المغربية كانت مرة أخرى أقرب بالفوز بالمقابلات عديد من الفرص فرص كثيرة لكن معك من الأسف النجاعة الهجومية التي تكلمنا عليها مباشرة مر لقاء تنزانيا بشتر بحنا بثلاثة الصيف نقلنا بأن المنتخبات المغربية يستعلي بربعة بخمسة بستة اليوم معك من الأسف مرة أخرى النجاعة الهجومية شفنا عديد من الفرص جنوب إفريقيا ربما فرصتين كرة تابتة وكرة أخرى تزاب من هالهدف ومن بعد ما شفنا جنوب إفريقيا يعرف كيف يجري أطوار المقابلة يعني الهدف الأول بكل صراحة لم أفهمتش العميد سيس كيف يقلب على الأرجو نحن عمنا ما شفتش أنا سنين خطأ مركب أرجو دي السيس وأيضا مزراوي اللي هو اللي هارس التسلم وسبحان الله اللاعبين اللي رجعوا بجوج من ربما من الإصابة يعني ربما مرة أخرى التركيز لم يكنوا ربما موجودين على المستوى الديني شفنا مجموعة من الأشياء اللي ربما تحبط الجماعة المغربية ولكن مش هدية نهاية العالم نكون دائما إيجابي ربما إن شاء الله بإذن الله كأس إفريقيا القادمة تكون في المغرب بإذن الله لحقه نتيجة إيجابيه لحقه الكاس هذه الكورة الله غالب صراحة عندما تكون رابع العالم والأول على إفريقيا وهو تنهزم مع منتخب هو الثلاث عشر إفريقيا والسلاث عالميا كنتكوها الإحباط أكبر صراحة كنا نتمنى اليوم في الحلقة لو وجدنا فيها بزاف الأمور كاحتفالية ولكن للأسف قدر الله ما أفعل السي محمد يعني كنتجعوه كنقلوه هذه الأمور لكنقلوها دائما للمتخب مغربي عندما يذهب المتخب مغربي مرشحا في بطولة ما يخرج مبكرا وهذا ما حدث أمرة أخرى مع الأسف أخي عبد الله أنا شخصيا كنت موجود لكل شيء إلا لهذا السيناريو هذا بتارحة قاصحها بزاف صعيبة نقشها كورويا فصعيبة بزاف تبغي نقشها كورويا قاعدك شي اللي ممكن يتوفر لنا كمنتخب بش نجحو فلكان موفر لنا وإش عدنا العكس معد كاس إفراقيا وإش عدنا شي مشكلة معد كاس إفراقيا ما فهمناش تتأثير ذي اللعبة كنشوف كل شي مخلوع ما علم أنه إحنا منتخب المغربي بالقيمة ديال و باللعابة اللي عندنا تبارك الله كي لعبوا في النفو العالي اللعابة حلما ما تيقين شفراصهم مشنو مشكلة شي حاجة وقعت قبل ما تأطرات نحن في خبار ناش وش الوالد رقراغي كان عنده خوف التربية للعابة وانا بصراحة البارح في الحلقة ديال البارح ديال التشكيلة كنت كنت منه على أنه بصراحة مزراوي ما وجد ما عطيتيشت خمسة دقايق في شي ما تجيليوم اللعبو في ما تجيليوم ما صيري ما عندك واحد هامج ديالخطأ وليوم في اللعين اللعبو في القشايت ما نعاتبه الرقراغي الرقراغي وصلنا إلى مكان كبير وش هكذا المكان اللعبو في اللعبو في اللعبو في القشايت وش هكذا ما تجيليوم ما نعاتبه الرقراغي نعاتب من العرض أنّ الي صرحة مزراوي لم توجد ción المتحدة أنّها لم تكن في زر لم تكني ليت دقائق ولم أ foreign أنّ أطعم ودوفني حل 열심히 поговор乸 أثناء الافرق أ manera لا تضايير أنت قريبا للمعرف اللعين اننا هذا ل لا تفعل نحن نمشي لهذا المنعارج اللي مشينا لي مع كامل أسف أخي عبدالله تناقشك ورويا ما تقدرش قلبك يأذيك باش تناقشك ورويا وصي عبدالله تحدثنا وأكدنا مرات عديدة على ناجهة الهجومية وتحدثنا وأكدنا على يعني بأن هناك مشكل كبير من هذه الناحية هذه لأنه ما يمكنش بأنه غد باغي تلعب على كاسة فريقية وتضيع سبعة الأهداف باش تسجيل هدف واحد أنا لا أهمني أحدثنا ما صدمة قوية للمتتبعين لأنني لا نستطيع خروج بها طريقة لا أعلم لأنه ربما كان ضغط أمي اللي بدكي صفر أخي عدنا مشكلة في العطاك عدنا مشكلة في النجاعة الهجومية ويش كل شي الجمهور المغربية كل شي منطانجات القويرة واللي في بره كل شي عارف باللي عدنا مشكلة في العطاك جوج كواري غادي يتحولك في الماتش لا أخذيتي من لومبيت راهدوكم اللي ممكن أنهم يتحولك في الماتش كامل وأنتك تضيع وكتضيع وكتضيع والكتضيع 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 تضيع الكورة تضيع الكورة بتجاميع أنواع الكورة ضيانها للأسف لا أعرف صراحة يقدر أقول لك بأن المدرب يقال من المدرب هو أنه يعطيك طريقة لعب تصل الشيباك وصلت الشيباك وخلتك للمسة الأخيرة وماذا المدرب مسؤول عليها؟ لا أعرف مهما أنا أحس بإحباط عميق وكبير جدا صراحة كباقي المغاربة كنا نمني نفس بأن هذا الجيل المنتخب المغربي كما فرحنا في مونديا القطر فرحنا مرة أخرى بطولة ربما تساقطة فيها الكبار تباعا كنا نقول بأن الطريق ممهد للمتخل المغربي ليمنحنا لقابا ثانيا عزة والصعصة لنحو نسقا من الزمن لكن الخيبة الإفريقية للأسف متواصلة